إذن الدرس عندنا الآن في القسم الأول ما هو القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ ما هي المشاعر الأربع? لعلم، لإيمان، لعمل، العلم والصبر والعمل والدعوة والصبر نعم أربع أشياء ما الدليل على هذه المسائل الأرض ما الدليل عليها من الكتاب أو السنة ما الدليل عليها من الكتاب أو السنة نعم سورة العصر إذن الدرس الأول في المسائل الأربع بدأ المؤلف رحم الله تعالى بذكر هذه المسائل الأربع وهذا في مجاهدة للنفس فهل يصح أن تعمل بلا علم فإذا تعمل بلا علم فإذا تعمل بلا علم فإذا لابد أن تتعلم أولا فاعلم أنه لا إلا الله وستغفر لذبك فإذا تعمل بلا علم فإذا تعمل بلا علم يكون هذا الأمر فيه مشابهة لليهود فإذا تعمل بلا علم فإذا تعمل بلا علم أول من تسعر بهم النار صلى الله عليه وسلم ثلاثا منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل وإذا عملت تدعو وإذا عملت تدعو إلا ما جعا إليه النبي عليه الصلاة وإلى ذلك تدعو ثم بعدها لا تصبر ما يجب أن تصبر على العلم أولا على العلم ثم تصبر على العمل ثم تصبر على الدعو ثم تصبر على الدعو وعينه بإذن الله تجيب عن سلط القبر هذه الثمرة وكذا يمكنك فرملك كل هذه الأشياء بإذن الله يكون لكما يسألون المسكين في المسكين وهذا جميعاً لفهم في العملية لتجمع هذه الأشياء العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام المسكين يكون اللهم يكون لديهم سبراً ومعاً لديهم صبر ومعاً لديهم صبر إلى ثلاثة أقسام Number one, being patient upon obedience to Allah. So you can complete the various actual obedience to Allah. So for example, being patient upon completing the five daily prayers. And then the third division of patience is being patient upon staying away from disobedience to Allah. So you have to be patient upon those things which last, say that this is a haram, it's forbidden. And then the third type of patience is being patient upon the decree of Allah. So for example, if Allah has decreed upon you illness, if Allah has decreed upon you poverty, for example, then you're patient upon this decree of Allah. مَنْ يُعِدْ لِهَذَا الَّذِي أَخَذَنَا فِيهِ So who can repeat this? So who can repeat first of all the four principles, the four important principles? نعم. المشايل الأربع هي العلم والعمل والعمل والدعوة والصبر نعم. So as the brother mentioned, the four important principles are knowledge, العلم والعمل, the righteous actions. والدعوة, calling to Allah and calling to the knowledge. And then الصبر, being patient. These are the four important principles. نعم. غير هذا. So who can repeat in the years of the sheikh said another benefit? نعم. And then we have to have patience in doing this, patience in seeking him, patience in doing righteous actions, and patience, patience, and um, قُلُمْ تُعْضَعُ كُنْ لَبْ تَصْبِرْ عَلْعِلْمُ والعمل والدعوة الله أفْتَحَلِكُ نعم. يَصْبِرْ أَوَلًا عَلْعِلْمُ So the first thing you can be patient on is seeking knowledge here. يَذْبِط وَيَرَاجِعْ Memorizing, revising, and taking notes. نعم. And then you said sabr is free. أَقْسَامَ الصَّبْرَ الثلَاثَةَ نعم. الأول. The first one. Is sabr al-nabitness of Allah? الصَّبْرَ عَلَا طَاعَةِ اللَّهْ مثل ماذا؟ For example. الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامُ وَالْحَجْ وَالزَّكَةَ مَذْرَ نعم. The second is staying away from maasya. Sins. Stay away from sins. الصَّبْرَ عَلْمَعْصَيَةِ اللَّهْ كَالصَّبْرَ عَلْمُحَرَّمَاتِ عَنَ الْرِبَةَ أَقْلَ الْرِبَةَ مَثْلًا Like taking part in, you know, usually based transactions. الثالث. عَلْصَبْرْ عَلْقَدْرِ So being patient upon the decree of Allah. الصَّبْرَ عَلْقَدْرِ اللَّهْ مثال مثل المرض. الله يفتح عليك. إذن أخواننا الآن تراجعوا ما أخذنا. تجتمعوا فيما بينكم الآن. ما أحد يخرج. تكتبوا ما أخذنا من فوائد الآن. وبعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى نسأل عما أخذنا. ثم نبدأ بالدرس الجديد. لَكِنْ عَلَا مَنْتَبَقْنَا مِنْ سَرَقْتَ So you said, our brothers, what we want you to do now is, in your own time, nobody is exiting from this classroom. You sit in your groups and you revise. You think, okay, what did the Shaykh say? And you can write and take your notes, all of you together. And nobody leaves the classroom. So after Asr will be the second lesson and continuation of this. And of course this is based upon the conditions that we agreed upon. Memorizing, revising, noting, not being absent, not being late, not playing with your mobile phones and so on and so forth. So the next lesson is that after Asr will continue, inshaAllah. The first thing, we're going to test you after Asr and then we'll carry out. So first is the test and then we'll carry out, inshaAllah. So now you sit between yourselves and you remind yourselves, okay, what did you drive, what did you miss out, and you help each other, inshaAllah. جزالكم الله. وَمَنْ اللَّهُ عَلَهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَهُمْ مِحَمَّدُ عَلَى صَحِهُمْ The reason you might, like, sometimes when I smile, it's not because the Shaykh is saying something funny, but this is the way that we stood with the Shaykh in Medina. So when I smile, it's just to remind how harsh he was upon us in Medina. So it's not a joke, you have to memorize. If you don't test, if you don't revise and memorize, we won't carry on. We'll go to another masjid. So you have to memorize and work with each other.